موضوعنا الأول الوقفة الحوارية الأولى في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة سنتابعه بعد التقرير التالي وهو انطلاقة مصر في الزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل أرجو أن تبقوا معنا يعد قطاع الزراعة والأمن الغذائي أحد المحاور المهددة بسبب قضية التغيرات المناخية بالتوازي مع احتمالية تغير خريطة المحاصيل الزراعية واللجوء للمحاصيل التي تتحمل درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة وما يتبعها من استهلاك للمياه والمعروفة باسم الزراعة المستدامة وارتباطا بذلك تعمل الدولة على تنفيذ عدة مشروعات مرتبطة بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة منها مشروع الصوبات الزراعية لزراعة خمسة آلاف صوبة زراعية على مساحة عشرين ألف فدان كما يتم تنفيذ مشروعات لاستنباط محاصيل جديدة تتحمل درجة الحرارة والملوحة وتعطي انتاجية كبيرة وتعمل الدولة أيضا على مشروع الاستزراع البحري في المحافظات الساحلية بجانب مشروع حماية الأراضي المنخفضة في دلتالنيل وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأيضا العمل في مشروعات حماية الشواطئ في منطقة الساحل الشمالي ودلتالنيل وفي هذا السياق أكد عدد من الخبراء على أن قمة المناخ بشرم الشيخ ستركز على تحقيق التحول في قطاع الزراعة والغذاء على أسس علمية صحيحة بما يساعد في التصدي للتغير المناخي وأوضحوا أن مصر تبذل جهودا كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر وأضافوا أن خلق نظام زراعي وغذائي أكثر تكيفا مع أثار التغير المناخي يتطلب الاعتماد على قواعد بيانات محدثة وتطبيق التكنولوجيات الحديثة وأكد البعض على دور نظم الرأي الحديثة في تقليل استخدام الأسمدة والعمالة وزيادة الإنتاجية المحصولية مشيرين إلى أهمية حملات التوعية لتشجيع المزارعين على ترشيد استخدام المياه وأهمية التوسع في الدراسات البحثية الخاصة باستخدام نظم الرأي الحديثة لرأي المحاصيل المختلفة في ظروف متنوعة إذن قطاع الزراعة والأمن الغدائي بما يمثله من أهمية خاصة للأجيال الحالية والأجيال القادمة وما يمثله من قضية أمن قومي للدول خاصة تلك الدول التي تتأثر بسلاسل الإمداد والتوريد التي تشهد نوعا من التعطل بسبب الظروف العالمية خاصة منها ما يرتبط بالقضية الروسية الأوكرانية موضوع الزراعة وتحقيق الأمن الغدائي هو محور هذه الوقفة الحوارية في هذه الحلقة نرحب اليوم بالدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأستاذ بجامعة عين شمس أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور أحمد أهلا وسهلا أهلا وسهلا كيف ترى أهمية قطاع الزراعة وخاصة مع ما يشهده العالم حاليا والمنطقة العربية تحديدا من متغيرات وليكن في مقدمتها طبعا التغيرات المناخية وتأثيراتها يعني هو البداية زي ما حدا تكلمت عن قطاع الزراعة هو إحدى الأعمدة الرئيسية للكون ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الكون خلقوا من إنسان وأرض وبحار ونبات وخلق الحالات دي كلها في تناغم مع بعض وخلقها إن هي بتخدم على بعض فما نراه الآن من تغيرات مناخية ونقدر نسميها جموحة التغيرات المناخية حديات قاسية وأصبح هذا الجموح للتهلي هذا التغير الذي لم يكن له مثيل من ذي قبل أصبح يمثل قضية وجودية تهدد بقاء الإنسان على الكرة الأرضية أو على البسيطة بتاعة الأرض لهذه الدرجة؟ نعم وجودية نعم يا فندم لحتى فيها مصطلح كده اسمه الهجرة البيئية يعني أن هناك مناطق يمكن أن يختفي من عليها مظاهر الحياة وما ينفعش حد يعيش عليها فيهجر يروح في منطقة أخرى ممكن يتعايش معه نعم طيب الكلام ده بنقول هو بين يوم وليلا كده حصل ولا تراكم سنوات لأ طبعا ده تراكم سنوات من التلوث في البيئة طب الكلام ده إحنا لنا دخل به كمصر مثلا على سبيل المسال كدول عربية كدول أفريقية والدول كبرى صناعية كانت هي السبب في إحداث هذا التغير نعم هو بعد الدراسات العلمية طبعا كما تعلم حضرتك تربط الموضوع بالثورة الصناعية وحدودها منذ حوالي ثلاثة قرون تمام وهي عدد كتيرة كمان يعني إحنا لما نيجي نشوف أن 95% من السبب اللي حاصل من جموع التغيرات المنقية والاحترار العالمي والتلوث اللي حصل بسبب 95% اللي هم مناطق الصناعية الكبرى اللي هي الدول الكبرى الصناعية لما نيجي نشوف إحنا دورنا قد إيه كمصر 6-10% الدول العربية لا تتجاوز الخمسة في المية دول أفريقيا لا تتجاوز الأربعة ونصف في المية طب الكلام ده يعني واحد هيقول لي طبق الله منسيب الدنيا كده خلاص ونقول لا ده إحنا كدول نشئة ودول نامية الأكثر تضررم ليه لأن إحنا بنشوف دلوقتي إعادة صياغة التكتلات العالمية وفي نفس الوقت إعادة صياغة لاقتصاد العالمي يعني إيه الكلام ده عشان ما يبقاش صعب على السادة المشاهدين إحنا بنشوف دلوقتي إن أصبح في دور كبير للتقنية أو التكنولوجي أو الابتكار ومن يملك التقنية والابتكار والتكنولوجي هو اللي هيبقى ليه يد عليا في تعديل هذه التغيرات وموجهة هذه التغيرات وهو اللي هيبقى ليه جزء كبير في امتلاك منظومة من الاقتصاد طيب إيه علاقة الكلام ده بالتغيرات المناخية نعم لما نيجي نشوف التحديات اللي إحنا مقابلينها بتأثر على التنوع البيولوجي يعني إيه يا دكتور تأثر على التنوع البيولوجي يعني تأثر إنه ممكن كائنات تنقرد ممكن نباتات تنقرد ممكن بعد كده أراضي تخش على مجال التصحر يعني إيه التصحر؟ يعني تخش على براح الجفاف يموت من عليها النبات والحيوان تتقلب إلى صحراء جرداء لزرعة فيها وبالتالي تتغير خريطة المحاصيل نشوف أرض يبقى فيها مية بس المية ملحة بعد أن ما كان فيها مية عزبة تبدأ يخش عليها مستوى من البيعات بتاعة البحار الملحة يحصل لها أنها تملح نشوف الأجواء بتاعة الجو بقى يحصل فيها فيضانات احنا شفنا الفيضان اللي حصل في فاكستان لسه في لوريدا احنا شايفين إيه اللي بيحصل فيها أحسن كده فيضانات تمام بتحصل في وقت من الأمطار ما كانش عمر الوقت ده يحصل فيه أمطار في السعودية ولا في البحرين ولا في الكويت ولا في الإمارات صح لأن كنا عارفين المناطق دي مفيش فيها أمطار جامدة التغيرات دي كلها بتهدد وجود الزرع الزرع ده ربنا سبحانه وتعالى عامله كرئة زي الرئة بتاعت الإنسان كده اللي بتضخ الأكسوجين في الدم الزرع ده أو الأشجار دي والشغيرات دي والنباتات دي بتمتص ساني أكسيد الكربون اللي بيعمل مشاكل ده وتطلع بداله أكسوجين وتدور وخلي بالك من كلمة تدور دي بتعمل إعادة تدوير لساني أكسيد الكربون وتحوله الغزا طيب طيب إحنا مصر هل كان لنا إجراءات استباقية لموجهة هذه التحديات التي تخص التغيرات المناخية؟ آه تبنت الدولة حضرتك خطة الأول اسمها خطة الاستدامة ولما بتكلم عن الاستدامة يعني الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة مش دلوقتي وبس اللي هي خطة التنمية المستدامة تبنت فيها إزاي نحافظ على الموارد الطبيعية بتاعتنا؟ تبنت فيها إزاي ما يبقاش فيه هدر للموارد الطبيعية بتاعتنا؟ خاصة المياه تمام؟ تبنت فيها إزاي نستفيد بالموارد بطريقة مثلة تماما؟ نعم وإزاي نحط لها قيمة مضافة؟ تبنت فيها إزاي إن إحنا يبقى عندنا تكنولوجي والتكنولوجي دوت هو اللي نقدر بنواجه به التغيرات المناخية زي برامج التربية والتهجين زي ما كان في التقريب الكريم اللي خاص بإنتاج أصناف معينة من التقاوي نعم اسمح لي نتوقف مؤقتا عند هذا الجزء على أن نعاود بعد قليل الحديث باستفادة أكبر عن الجهود المصرية في الحفاظ على الموارد لتحقيق الاكتفاء ذاتي من المحاصيل باعتبارها قضية أمن قومي ووجودي كما تفضلت حضرتك أرجو أن تبقوا معنا بعد قليل وقفة إخبارية مع زميل فوزي جدالة الذي وفينا بموجز لأهم الأنباء ثم نعود أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام ما زلنا معا في هذه الحلقة من برنامج من القاهرة نواصل حديثنا عن موضوع الأمن الغذائي وقطاع الزراعة باعتباره قاطرة للنمو والتنمية الاقتصادية نجدد الترحيب بدكتور أحمد أبو يزيد رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأستاذ بجامعة عين شمس أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى نواصل حوارنا مع حضرتك عن قضية الحفاظ على الموارد وخاصة المياه والطاقة وغيرها باعتبارها أساس لتنمية قطاع الزراعة نعم يعني زي ما حركت فضلت الموارد لو تمسكنا كده أول موارد وأهم موارد اللي هو المياه مصر تعاني من تحديات شديدة جدا فيما يخص قضية المياه احنا لو جينا شوفنا احتياجاتنا من المياه حوالي 114 مليار متر مكعب لما نيجي نشوف نصيب الفرد في المياه قل عن 500 متر مكعب في السنة وده يعتبر ان احنا دخلنا مرحلة فقر مائي طيب الكلام ده يتطلب مننا لان احنا برضو مواردنا في المياه محدودة احنا بنتكلم على 55.5 مليار متر مكعب جاي من حصة النيل بنتكلم على جزء جاي من الأمطار وده قليل جدا لما نيجي نشوفه هنلاقيه لا يتعدى الـ 1.5 مليار لما نيجي نشوفه على المياه الارتوازية اللي جاي من القبار حوالي 7.5 مليار متر مكعب لما نيجي نشوف المياه اللي هي جاية من اعادة التدوير وهحط تحت كلمة اعادة تدوير المياه دي كذا خط لان مصر اصبحت الان من الدول المتميزة في اعادة تدوير المياه والاستفادة منها يعني ايه اعادة تدوير المياه والاستفادة منها انا كان عندي جزء من المياه اللي خاصة بالصرف الزراعي كانت بتهدر وما كانش بيستفاد منها النهاردة مصر حريصة كل العرص على الاستفادة من هذه المياه وزي ما شوفنا في المشروع القومي الاتعامل الكبير بتاع اعادة معالجة مياه الصرف بتاع محطة بحر البقر المشروع ده لجزء كبير جدا من المياه اللي هي كان بتاع الصرف الزراعي وكانت بتهدر فلما بيعاد استخدامها مرة اخرى بعد المعالجة ولما هتكلم على المعالجة هتكلم ان مصر اصبحت الان تنتهج مجال اسمه المعالجة الامنة نعم هي بالمناسبة اكبر محطة على مستوى العالم بالفعل واخدها يعني ريكورد في الكلام ده في المقيس الموسوع العالمية للمشروعات اللي احنا بنشوف بعديها حاليا بيتم التخطيط اللي بحطة زيئة في مدينة الحمام لما نشوف المحطة اللي هي بتاع البحر البقر هتخدم على جزء كبير جدا مع سحرات سرابيوم لجزء اقترب من 450 الف فدان في شمال سين لما نشوف المحطة اللي بتتعمل دلوقتي في مدينة الحمام ان شاء الله وتفتتحها عن قريب هتخدم على مشروع الدلتة الجديدة اللي هو عبارة عن دي كذا مصدر للرأي احنا بنتكلم على ماء كتاعة صرف زراعي في مدينة الحمام ودي من ضمن المحطات الضخمة جدا بيعاد تدوير المياه فيها ويستفاد منها بالاضافة الى المياه اللي جاية من الابار الارتوازية يعني حفر ابار بالاضافة الى مياه الامطار اللي بتعمل لها مجرات لجمع المياه من خلال مخراط السيول بالاضافة الى الترعة اللي بتتعمل الجديدة اللي هي تبقى 40 كيلو من الرياح النصري اللي خاصة بمياه النيه فتحديث عمليات الري سواء كان ريب الرش او ريب التنقيت او الاجراءات اللي بتبنى على المراوي الاساسية عشان تقلل من هدر المياه ترشيد ده نوع من ترشيد الموارد عشان احافظ على الحصص بتاعتي وعشان تخدم على تنمية مستدامة ونتوسع في الرقعة الزراعية واقدر استصلح اراضي جديدة واقدر يبقى فيه عندي تنمية مستدامة تخدم على الاجيال الجديد ده بالنسبة للماء لما نيجي انتتكلم على نقطة مهمة اتكلمت عليها من شوية اللي هي التكنولوجي التقنية يعني ايه التكنولوجي والتقنية والتقنيات الحيوية الجديدة لما هتكلم في اصول النباتات النهاردة مصر عندها برنامج قومي زي ما حدقت فضلت في بداية البرنامج في التقرير الكريم مصر اصبح لديها برنامج قومي لانتاج التقاوي وتحسين السؤالات النباتية بتاعتها لتنتج تقاوي واصناف تستحمل برود وكميات اكبر على مستوى الفدان او بالنسبة لمساحة الفدان وتنتج المحصول اعلى عشان تعلي من الناتج القوى من الانتاجية وترفع من الملائة المالية والاقتصادية بتاعت اهلين المزارعين نعم فالنهاردة عندي اصناف مثلا من الرز اصناف الرز الجديدة دي بتبقى مبكرة في الانتاج طب مبكرة بالانتاج ايه لقتها بالمية لا ما يبقى مبكرة بالانتاج هيستهل الكميات مية اقل لما يكون عندي اصناف من الرز نقدر نزرعها في ايه في اجواء نصف راطبة يعني زي المية بزمان الرز اللي كان بيتغمر بالغمر يبقى انا بقلل من استهلاك المية وفي نفس الوقت اما يبقى عندي اصناف تستحمل جزء من الملوحة اقدر اتوسع فيها في اراضي شبه ملحية وكذلك تحمل درجات الحرارة المرتفعة المتخفضة الكلام ده كله هو دي برامج التحسين الوراثي والتهجين اللي احنا عملنا في البرنامج القومي الانتاج التقاوي ومصر متبنية برنامج على مستوى القومي كبير جدا في هذا الكلام وكمان عملت حاجة فوق الكلام ده انها ضمت لي اتحاد هيئة الخاصة بملكية الفكرية للاصناف النباتية اللي اسمها ليبوف عشان تقدر كمان تستخدم الاصناف اللي هي الدول الاخرى الشقيقة او اللي احنا فيه تعاوم ما بيننا وبينها نستخدم هذه الاصناف عندنا منذ قليل ايضا اشرنا في احد تقارير الى ما يسمى بالزراعة التعاقدية للمحاصيل الزيتية كويس جدا احنا هنتكلم على منظومة الزراعة التعاقدية دي في مصر حضرتك سيادة الرئيس اطلق قانون خاص بالزراعة التعاقدية والقانون ده قانون رقم 14 لسنة 2015 وهذا القانون يهدف الى ان اصحاب المصلحة سواء كانت مصانع تعمل في مجال الصناعات القائمة على الزراعة سواء كانت مصانع نسيج او منسوجات زي القطن سواء كانت على الزيود سواء كان على السكر زي ما شوفنا منظومة مصانع انتاج السكر من البنجر السكر وحتى الخضرات المجمدة وحتى العصائر وحتى المحطات الكبيرة اللي هي بتعمل عادة تعبئة وفرز وتدريج عشان نصدر بره بوسطات جودة عالية قانون الزراعة بتاعكم ده ده اللي الهيئات والمصانع والافراد هم اللي يروحوا يتعقدوا مع المزارعين ويمدوهم بجزء من الإرشاد ومستلزمات الانتاج وهنا يبقى فيه علاقة صناعية ما بين طرفين دون دخول وسطاء ما بينهم طيب كنا النهاردة على سبيل المثال في مؤتمر الترويج لصناعة الزيود في مصر وهذا المؤتمر يأتي في إطار خطة الدولة وتوجهات الكبيرة السياسية في تشجيع الاستثمار سواء الاستثمار على المستوى المحلي أو المستوى العربي أو المستوى الأجنبي إحنا بندور دلوقتي نكون جاذبين لهذه الاستثمارات وبندور على حاجة تعمل لي نوع من استدامة لما حب أعمل استدامة لنوعية معينة من الزراعات لازم توجي الطرف مصوق لها بتخليش الفلاح هو اللي يتعب ويدور هيسوق لمين أو هيبيع لمين ده أنت بتعمله مناطق جذب أنا هسميها مناطق جذب للزراعات وهي اللي هتتكفل أهلين المزارعين لما هنتكلم مثلا على مصانع السكر هي اللي بتوزع لتقاو بتاعة بانجر السكر وبتعمله حزمة من الإرشادات وحزمة من الدعم وبتبقى حريصة أنه ينتج إنتاج جيد عالي الإنتاجية والجودة عشان المصنع يعرف يشتغل كويس بيخشش وسيط بقى أو سبصار ما بينهم وبالتالي الأرباح كلها بتعود على مين على المزارع نفس الكلام في الزيوت نفس الكلام في العقل سنتطرق للعديد من التفاصيل طبعا في هذا المحور لكن اسمعنا نتطرق إلى جزء آخر وهو مسألة الأمن الغذائي باعتباره سلاح يعني من الواضح أن التحديات الأخيرة وبينها مسألة الحرب الروسية الأوكرانية فرضت نفسها وبقوة على الساحة العالمية واتضح من خلالها أن الغذاء يستخدم كسلاح بعض الدول استخدمت مسألة حجب بعض المحاصيل أو تخفيض المصدر منها إلى الدول الأخرى وخاصة دول العالم الثالث باعتبار هذا سلاح تستخدمه وقت الحرب أو وقت الصراع إلى أي مدى يمكن لهذه الجزئية أن تترسخ في عالمنا العربي وأن يبدأ هذا العالم أن يعيد إنتاج نفسه وأن يخرج من بوطقة لاحتياج إلى الدول الأخرى في مسألة الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي حركة تتراكة النقطة مهمة جدا أن أصبح الآن السلاح زي ما السلاح كده بيبقى هو أداة للنزاعات والحروب وأصبح ممكن يخش الغذاء يبقى أداة للصراعات وأداة أخرى لتستخدمها بعض الدول كورقة سياسية للضغط على دول أخرى أو حرمنها حتى من الغذائي وقد يكون برضه النزاعات الموجودة يعني ممكن الغذاء يبقى موجود وإنت معاك الفلوس بس مش عرف تشريه لإني مش عرف توصله من بلد المنبع أو بلد المنشأ لعندك سلاسل التوريد اللي يتعطل سلاسل الإمداد والتوريد طيب إحنا كعرب أو كدول عربية إيه اللي منود بينا إنه لابد أن حان الوقت حان الوقت وما ينفعش نأجل الكلام ده إنه يبقى فيه الكلام اللي إحنا بنقول عليه ونعيد ونأكد عليه التعامل العربي التكامل العربي المشترك وكل يستغل الميزة النسبية لما لديه عشان نبقى فيه النوع من التكاملية ما بيننا نعم إحنا بنتكلم على لما نشوف مصر كانت صباقة لو تخب بالك مصر صباقة في الدول الأفريقية عملت المزارع اللي هي معمولة عندنا ما يقرب من 12 مزرعة نموذجية ما بيننا وما بين الدول الأفريقية عندنا تجارب وشغل معمول ما بين أشقائنا في دولة السودان نعم الكلام اللي موجود ده كله لو إحنا كلنا تدفرة الجهود نقدر نتعاون في سروة السمكية سروة الانتاج الحيواني والداجيني والانتاج الزراعي وعلى الأخص الأسئلة الاستراتيجية ونكمل بعض عشان ما نبقاش ما نبقاش أسيرين لبعض الدول نعم الحاجة التانية تعدد المناشئ يعني بدل ما كنت بتجيب من دولة معينة أو دولتين بس عدد المناشئ بتاعتك الحاجة التالتة والأهم اللي مصر أخذتها اللي هي سلسلة المخازن اللوجستية الاستراتيجية لأن لو لا أن مصر كانت تمتلك الآن سلسلة من المخازن اللوجستية الكبيرة ما كانش يبقى عندها قدرة أنك معظم السلع الاستراتيجية يبقى عندها فترة تخزين استراتيجي آمن للمواطن يتعدى ست شهور وساعات سبع شهور أو خمس شهور ونص لما يبقى عندك المخازن الأمنة دي بتحافظ لك على السلع اللي موجودة من الفاقد بقاش فيها فاقد بتحافظ عليها من التلف بتحافظ عليها أن يبقى فيه إمداد مستمر وإتاحة للمواطنين على مستوى المحافظات في السوق والإتاحة دي مهم جدا لأن النضرة هي اللي تخلق المشكلة شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التوضيحات عن مسألة الأمن الغدائي والاكتفاء من المحاصيل الزراعية شكرا لدكتور أحمد أبو يزيد رئيس الهيئة الاستشارية العليا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأستاذ بجامعة عين شبس شكرا جزيلا دكتور أحمد شكرا فاند أحمد أستاذ المشاهدين ومشاهدين الحقا بهذا الموضوع تحقيق الأمن الغدائي وأيضا محور أهمية التكامل العربي لتحقيق الأمن الغدائي وتحقيق طفرة اقتصادية في عدد من الدول العربية ومنها طبعا مصر اليوم كانت هناك محادثات رئاسية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع مجموعة من المستثمرين والغرفة التجارية الكويتية تحت عنوان أن مصر ترحب بكل الأشقاء العرب وأهلا بالتعاون مدام يفيد الجميع التطورات الاقتصادية والتوجهات المصرية نحو تحقيق تنمية اقتصادية من خلال لقاء موسع للرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي والإعداد للمؤتمر الاقتصادية القادم في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر سيكون محور وقفتنا الحوارية التالية أرجو أن تبقوا معنا بعد قليل